السلام عليكم للأسف الشديدة مرتضاء بن والناس هي غادرة تربص المنتخبة التونسي كما نعرف كأكسبسيوني الحالة استثنائية حالة إنسانية هبت في الانستجرام منطيعه وشخصيا مرتضاء بن والناس من غير حتى ما تهبت ومن غير ما تحاول حتى إنك تقنع لعبات نس كل مصدقتك على خطرك تحبت برشا باش تتقدم لك الدعوة هذه يعني مش بسهل إنك تفرط فيها ومدام وصلت تفرط فيها يعني حالة قاهرة صارت لللاعب كما نعرف وبنته مريضة إن شاء الله ربي يشفيها إن شاء الله يا ربي تمشي ترجع لتركيا ويقولوا لك رهي لباس رحم غلطه شوية سخانة وتنحار ومش مشكل ربي معاك كاس أفريقيا ولي باش يقول من المحلين غير لك لماذا ولو إنه منصورش ثم شكون اللي باش يطعن في مرتضاء بن والناس لكن أي محلل باش يحكي غير الكلام هذا مرتضاء وجماهير المتخب التونسي باش يقولولو تير فلاين تير فلاين والكلمة هذي نعرفوها بالضبط علش قلتها للأسف الشديد لأنه مرتضاء بن والناس خويا ما اللي ظهر عليك كل شي بكتبة ربي سبحانه هما خويا مش نورمال يعني مرتضاء بن والناس اتعب برش وقدم مستوى كبير مع فريقة قاسم باشا بعد وقت اللي باش تتقدم له الدعوة للمتخب تم تيصابته يعني قعد تقريبا ثلاثة شهور وهو مضروب وتحرم وقتها من المتخب التونسي وعلى ما أظن كأس الأفريقية الفارتة في الكامرون اللي ما كانش متوجد فيها ولهنا بالله يعودوا لو كانتها ما غلطة صلحوا لي كيف كيف انبعدها يرجع ويقدم مستوى كبيرة مع فريق قاسم باشا ويسجل فيه أهداف وأهداف خارقا للعادة يقرب كاس العالم تتقدم له الدعوة للمنتخب والعب أول مقابلة ليه ضد شكون ضد المنتخب البرازيلي المنتخب وقتا هزم خمسة واحد والخسارة مسحوها في شكون مسحوها في مرتضاء بن والناس وتردوه ما استسلم مش السيد يرجع ويقدم في إضافة ويبرز ويسجل وتمريرات وممتاز وواء وكذا تتقدم له الدعوة المرة هذي يكون متوجد في المنتخب التونسي في كأس أفريقيا الكوديفور 2024 ومرة أخرى تصير له حكاية قبل تقريبا عشر أيام ليبدأ كأس أفريقيا ويتم تعويضه سيف الدين الجزيري مهاجمة الزمالك المصري وهنا دعوة سيف الدين ما كان مرتضاء بن والناس تخلينا أخويا نستنجوا تخلي نقطة استفهام كبيرة ما عندهش جواب إلا من الناخب الوطني توا اللي نعرفه وقت اللي تتقدم الدعوة الملاعبي أو وقت اللي يعلن الناخب الوطني على قائمة الضمى 23 أو 27 أو اللي هو يعني قائمة مدروسة القائمة مدروسة وقت اللي يتنحى ملاعبي في مركز معاين تقدم الدعوة اللاعب آخر في نفس المركز أما أنه تعاوض مرتضاء بن والناس بمهاجم أو بلاعب مش في نفس المركز نعرفه مرتضاء يلعب ظاهير أيسر يلعب جناح أيسر ويلعب كيف كيف جناحها أيمن يعني نحكيه على لعب بوليفالون المهم يلعب بش كرأس حرب إنتي لهنا وقت اللي يتعاوضوا بلاعب مش في نفس المركز نفهمه حاجة تيد الحاجة أولى مرتضاء ما كش عمله قيمة وملاعبية زايد وحتى لو كان يتنحى النجم نعاوضوا بأي لعب آخر وفي أي مركز يعني النجم نعاوضوا بلاعب بوسط ميدان النجم نعاوضوا بحارس مرمى النجم نعاوضوا باكسيال ولا كيف كيف نعاوضوا برأس حربة وإلا القائمة متاعك كانت غالطة ناقصينك مهاجمين لقيت الفرصة باش تحاول نوعا ما تصلح لو كان الخيار الثاني هو صحيح وانت تحاولت باش تصلح وعاودت قدمت الدعوة الرأس حربة راهو الخيار متاعك نعاوضوا بقولولك مرة أخرى راهو خاطئ مية بالمية انك تقدم الدعوة السيف الدين الجزيري الدين الجزيري اللي عايت له يا سي جلال القادري راهو كان تقريبا المهاجم رقم واحد في المنتخب التونسي فترة منظر الكبير وظهر لي انت أكثر واحد تعرف منظر الكبير بما أنك كنت المساعدة متاعه ووقتها سيف الدين في أوجي العطام متاعه سيف الدين وقتها يقارن أو النجم نسميه هالاند العرب كل مقابلة زوز هداف ثلاثة هداف أربعة هداف يعني السيد مكسر الدنيا مكسر العالم يجي للمنتخب التونسي ولا هدف نحكي في الفترة الأخيرة وقت اللي كان بارز بشكل كبير الموسم قبل الموسم الفارق مع فريقة الزمالك المصري ملاعبي في آخر عشرة مقابلات مع الزمالك تقريبا مساجل فيهم 13-14 هدف مع المنتخب التونسي ولا هدف ممكن لو كان ساجل أو ساجل هدف ولا اثنين وحتى اثنين ما وصل للهومش ما بالك أنت حاليا سيف الدين الجزيري في بالك في الدور المصري من 6 مقابلات خاضهم في البطولة المصرية ساجل كان زوز أهداف والزوز أهداف اللي مسجلهم مش مهمين وقت اللي الزمالك يكون منتصر مقابلة على ما أظن الزمالك منتصر فيها 4 سجل هو الهدف الأخير ومقابلة الزمالك منتصر فيها 5 مسجل فيها هو هدف هذي أهداف تتحسب المهاجم في كأس الكونفيدرالية من 5 مقابلات مسجل هدف يعني نحكيه على حداش المقابلة خاضها مع زمالك مسجل فيها كان ثلاثة أهداف يعني هو في أوجه العطام تاعه وما قدم شي للمنتخب التوسي وقتها جل جماهير المنتخب غضب عليه فما بالك هو حاليا في أسوأ حالته في أسوأ حالته ثلاثة أهداف شنو قادر يضيف لك للمنتخب التوسي تقول ما هو زايد يوجد مرتضاء بين بناتنا يعني مرتضاء موزايد هو يوجد مرتضاء جاي مهاجم آخر زايد مثلا ناجم يكون التفكير متعماكروا ببنات بعضهم على خاطر لو كان جايه هو بالرسم يحسوا أنه قادر بش يقدم له إضافة راه هو عايت له من له سهلة الحكاية وممكن حتى عايت له قبل مرتضاء بيننا والناس يخي وقتاش مرتضاء متقدمت لهش الدعوة وثم شكون دافع عليه مثل ما حتى حد يدفع عليه يعني حاطف الكأس الأفريقية الحاضرة لو كان ما قدمت لهش الدعوة بش تتعدى الحكاية مرور الكرام بالرغم أنه مرتضاء بنوا الناس من أكثر الملعبية ظلما وقت اللي ما تتقدم لهمش الدعوة للمنتخب التوسي بسبب العطاء الكبير اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه قاسم باشا وهنا يجي السؤال المطروح شكون الملعبية اللي كانوا من الممكن تتقدم لهم الدعوة مكان مرتضاء بنوا الناس النجم يكون عصام الجبالي عصام الجبالي في المقابلات الأخيرة بعض منها كان متواجد في التشكيلة الأساسية يعني مجيش حتى منطقيا لو كان جامعة ثم حكاية بين السطور بين الجامعة التوسية وعصام الجبالي منطقيا الدعوة تكون العصام الجبالي قبل سيف الدين الجزيري مش مشكل حتى ناحية عصام الجبالي النجم يكون أنس الحاج محمد ياخي أنتي سماحني أنس الحاج محمد يما هو العب في المقابلات الودية الأخيرة شوفناه الملاعبي قادر قادر يعمل حاج ساعتشنس ناك كيس فريقيا ياخي ما تلعبوش ما تلعبوش جملة واحدة ياخي أنتي مش تلعبوا سيف الدين الجزيري يوقع قدامه طاه ياسين الخنيسي وقدامه كيف كيف هيثم الجويني وحتى لو كان قادر حتى ذو مزوز ما تلعبوش وتغير رسم التكتيكي وتهبت يوسف المساكني وتهبت معها سيف بلطيف ولا تهبت معها ليس العشوري لذا ما فيها باس ملاعبي شيب ملاعبي واحد أنس الحاج محمد يكون موجود في القائمة للمستقبل ناحية أنس الحاج محمد اللاعب الثاني ينجم يكون وسام عبيد لعب النجم الرياضي الساحلي وهنا رأنا معاش نحكيه على لعب مركز بمركز تقولي الملعبين سميتهم ما يلعبوش في نفس مركز مرتضابن والناس حتى سيف الدين الجزيري مهاجم يعني كان ينجم يكون وسام عبيد كان ينجم يكون يوسف العبدالي يلعب على الجانب الآي من ناقصين فيه يوسف العبدالي ممكن يكون قادر بش يقدم إضافة أفضل نوعا ما من سيف الدين الجزيري كرأس حاربة كيف كيف عندك اللاعب بتاع الاتحاد المنسيري اللي اسم نتعه وتوغاب عليها لما كيف قاعد يقدم فيه شي كبير مع الاتحاد المنسيري ومزال شير لعاية الوخوي عليش هدوم الكل تنحيهم وتعاية السيف الدين الجزيري اللي فيه أوجه العطام تاعه كيف ما قلنا ما نفعكش ما نصوروش بش ينفعك هو في أسوأ حالاته والزمالك المصري يحب يتخلص منه بدليل وقت اللي يكن قسله يدوم وهجم النادي الأفريقي أول ما عرضوه على الزمالك مات بالفرح ندفع قال لك ندفع ثمانية أهداف مسجل مع النادي الأفريقي انكوح انكوحها زوز مليارات يا معال زوز مليارات ونصف جيبهولي خليه يمشي على روحه سيب الدين الجزيري جيبهولي للمنتخب نورمان مون متخب راهو ثم ملاعب إلى حد الآن مع فريقه مسجل دوريات العربية نحكي واحد مسجل سبعتاش هدف والآخر ستاش والآخر أربعتاش وانتي كاسي جلال تخطأ زعمها ذاكا زعمها ذاكا الله غالب هذا تضلم على الخاطر الآخر خيمة تلاثة تلاثة بونتو تعايت له مش يشارك في كاس أفريقيا برا أخويا الباياري متبقى كمش يقول لكم حظ موافق للمتخب التونسي تحية تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام